لكن أكو آراء بدأت تبرز طبعاً هذه الآراء أنا أأيتها ليش اتخذ لي عندنا شوية قوة نقاش ممكن لنسمعه مسلم تعالوا خذ نختلف مش اقرأ للآخر حتى لا يعارض حتى لا يناقش حتى لا يرفض فترك اقرأ لك يعني مثلاً سيد كمان لما الدعا وعد فتوى يقول أنا لا أعتقد خاص بي أنا لا أعتقد بأن هناك في زمن الغيبة الكبرى من رأى الإمان المهدي طبعاً قام الضجة وعمليات تصحيط ليش يعني عن أنك ترميتني نشروي الفتوى ما نشروي الكلام كامل أنتم لوضناها بحقيقة أخوة نشروي مقطع كلهم بعد ما نطعم الفتوى خل أسمع رأيي ليش الرجل لما تتبعته قدم دليلين الدليل الأول دليل مصداقي والدليل الثاني فهم للنص الدليل المصداقي وين يقول إحنا أساساً منه من عندنا شايف الإمام المهدي سابق يعني مرة أنا شايفك وملتقي بيك وبعد ما أضغيب ألتقي بيك بالشارع فأعرض بأنه أنت أمت طيب أنا أساساً سامع بكم ما شايف شخصك وفجأة أشوف واحد أقول فلان هاي مجازف ألا مجازف طبعاً هاي تعمم حتى على رؤية النبي أكو رأيي أنه أنت جنابك إذا ترى النبي في عالم المنام هاي الرؤية يؤخذ بها ألا ما يؤخذ بها البعض يقول ما يؤخذ بها لماذا يقول اللي يؤخذ بها إذا كان هو شايف النبي شخصاً ويعرف شخصه وبعد ما مات النبي أو استشهادة يراه ما دام شايفه بالحقيقة كارنا بالرؤية يقول له هذا النبي إذا واحد أساساً ما شايف النبي ما شايف النبي مو من عصره وهو نائم شايف شخص أوحي في قده بأن هذا النبي هاي الرؤية يعول عليه ألا يقول له ما يعول عليه بدليل أسه واي ناس شايفين للنبي بالرؤية إذا نجمعه ونقول له مطلنا مواصفات الواحد شايف بشكل على كله فالسيد كمان بحث الشنو لما هاي شوفها المصداقية الديل آخر يقول احنا عندنا نص احنا دائما نقول إذا واحد يمطينا رأيه ويقدم دليل نحترم لا ما نحترمه وقدم دليل لا ما قدم دليل والدليل مؤتمر عندي التراثي مو دليل صاقط أو ضعيف الإمام المهدي سلام الله عليه مع السفير الرابع خرج توقيع من الناحية المقدسة هي شيرو كناية على الإمام المهدي الناحية المقدسة قال له انت بعث ست أيام مفارق الدنيا ولا توصي لأحد من أخوامك وبعد سيأتي لشيعتنا من يدع المشاهدة شوف المشاهدة ما قال نيابه ارجع لكتبنا هذا النص مارد عن من عن الإمام المهدي خاطب من بيستفير الرابع مستفير هو النقلة بعد ما قال له انتميت لا توصي هالعبارة سيأتي لشيعتنا من يدع المشاهدة في زمن الغيبة الكبرى هذا يدع المشاهدة المشاهدة في زمن الغيبة الكبرى شنو الرواية يقول كذاب مفتري الآن علمان اختلفوا بالمشاهدة البعض يقول المشاهدة يعني النيابة الرجل قالهم لو كانت المشاهدة النيابة ليش الإمام ما قال فمن ادعى من يأتي لشيعاتنا من يدعي النيابة. ليش الامام يخلني بهذا الاشكال? البعض حملها هكذا. يعني اكو بعض الناس قال انا رعي اتقلك معقول افلا نتشذب? فيحمد. اني ممكن ما حقلتك بالامام في عصر الغيبة? شي نظريتين. شي جدل? شي رائي? يقول لا يمكن اللقاء مع الامام في عصر الغيبة اطلاقها. وهنا ادعو دعوتي واضحة. من يدعي ان الامام الحجة كما ادعي قلت من يدعي ان احدا رأى الامام الحجة في عصرة الغيبة الكبرى. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. واتحداكم كل حواضركم العلمية والكتب العلمية. اذا استطعتم ان تأتوا بدليل واحد مستند. انه رهاء واحد انا مدين لكم. يقول ولا تسأل عن سائر كتبه. المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة. التي غالبها باللهذل اشبه منه بالجد. وهو رحمه الله شخص صالح متتبع. الا ان اشتياقه لجمع الضعاف والغرائف والعجائف. وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم اكثر من الكلام الناس. هذا رأيه امام ومحق وعلم من اعلام الامة في كتب من؟ في كتب المحدث الناس. تقول سيدنا بعض هؤلاء الذين نقلت امثال السيد بحر العلوم. الجواب اعزائي عندي جواب له. وهذا الجواب ان شاء الله تعالى في محلي في شهر رمضان ساقف عند قضية الانتظار. لانه واقعا في الاولى الاخيرة صارت دكان المولانا يرتزق منه الكثير. ساعة نحن في عصره بهو. ساعة نحن في ساعة الضهور. ساعة نتمشى معه على الكورنيش. يا اخي بيني وبين الله ماذا ابقيتم من شأن الامامة انتم؟ حكمة الغيبة ان لا يلتقي باحد. وان الامة نعم تقول يعني تركها بلا نا. اقول لا. له دوجهات ولكن بطرقه الخاصة. لا باللقاء والمشاهدة والجلوس والطعام كذا. واما الاخرين الذين ادعوا بيني وبين الله هؤلاء اولا لم يدعوا. هذا اولا. وثانيا اذا ادعوا. انا عندي مشكلة في شبهة مصداقية ما يقال. هم كيف عرفوا انه هو الحجة. من اين عرفوا. هم لا يعرفونه احدا يقولون ماذا رأيناه. يعني الان لو رأيت انا شخصا. وقال لي انا رسول الله. لا بد ان صدقوا. ثم ماذا. انا لو كنت رأيت رسول الله فيما سبق. الان ارى اقول من هو. هو رسوله. اما من لم يعرف الحجة. كيف يقول انا صدقائته. هذا مضافا الى ان كثير من. ولذا انا قلت هذه الجملة. واقوله. وهو. ان الذين ادعوا. فهم كذبة مفترون. واما الذين رأوا. فلا يدعون. فمن رأى. فلا يدعي. ومن ادعى. فلم. ومن هنا لم يثبت عندي. بطريق معتبر موثوق صحيح. ان الحجة شاهده احد في عصر الغيبة الكبار. انت اش تسوي. ها افلان ضاعب الصحراء لقاء جاب الام. بينك وبين الله هاي الامامة. شنو هو مؤسسة ريحة واحد يضيع. يلقوا يجيبوا مولانا. لوف لان شان مريض واحد دق علي الباب وطاشق. قال الحجة سلام الله علم. هو ادري الحجة شنو بس هذا فقير شان. مبشيح تأكو ثلاثين بالمئة فقراء. شو بس قلب احترق على هذا الشيعي. بينك وبين الله هذا منطق يمكن ان تخرج به الى الآخرين من انت.